موسيقى الرابع صباحا الواحدة بتوقيت جرانيتش مجازون اخباري جديد يتحضراتكم من القاهرة اهلا بكم تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية حيث اكد رئيسان ترحيبهما بالزخم الذي يشهد تعاون بين البلدين في الفترة الاخيرة وحرصهما على توسيع افاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الاخوية بين الشعبين واكد رئيس السيسي في هذا الصدد حرص مصر على امن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على اراضيه ودعمهما له في مواجهة مختلف التحديات الامنية والتنموية كما تناول الاتصال الوضاع في منطقة القرن الافريقي حيث اكد الرئيسان حرصهما على ضمان امن واستقرار منطقة البحر الاحمر وخاليق عدن بما ينعكس ايجابا على القرن الافريقي وعلى شعوبه وشدد على رفض اي اجراءات احادية التي من شانها الاضرار باستقرار المنطقة منوهين الى ضرورة التزام دول الاقليم كافة باطر التعاون بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الاسكان شريف الشربيني رؤية العمل خلال الفترة المقبلة خلال لقاء اكد مدبولي وجود تكلفات محددة من الرئيس السيسي والتي في مقدمتها سرعة انهاء المشروعات الكبرى بقطاع الاسكان وشدد مدبولي على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكانية بابراج العالمين الجديدة بالاضافة الى تسويق حي جاردن سيتي الجديدة والانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفستات وبدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجل الأعظم بساند كاترين قال الامين العام للأمم المتحدة انطوني جوتارش ان اطفال غزة يموتون او يشاهدون والديهم يختلون جراء الهجمات التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة هذا كما شدد جوتارش على ان تلك المشاهد التي يعيشها الاطفال الفلسطينيون في قطاع غزة يجب ان تتوقف واكد ان هناك حاجة ايضا الى التزام واضح وخريطة طريق لضمان حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونددت النرويج بقرار اسرائيل ادفاء الشرعية على خمس بورا استيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقال وزير الخارجية النرويجي ان بلاده ترفض على الاطلاق قرار اسرائيل المضي قدما في الموافقة على بناء ستة الاف وستة عشرة وحدة سكانية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها وفق مجلس النواب الايطالي على اقتراح الاغلبية بشأن فلسطين في نص قرار يلزم حكومة يمين الوسط بدعم المبادرات الرامية الى الاعتراف بدولة فلسطين وذلك في اطار حل تفاوضي يقوم على التعايش بين دولتين ذات سيادة وكانت رئيسة مجموعة الحزب الديمقراطي كيارا براجا طالبت الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين وذلك بناء على مبدأ الشعبين والدولتين مستندة الى البيانات المتعددة الصادرة عن الامم المتحدة واختيارات بعض الدول الاوروبية مثل اسبانيا والنرويج وأظهر استطلاع للرأي ان كير ستاربر سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا مع توقع فوز حزب العمال باغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية وتكبد حزب المحافظين بزعامة رشي سوناك خسارة غير مسبوقة وتوقع الاستطلاع ان يفوز حزب العمال بما يصل الى 410 مقاعد في البرلمان والمؤلف من 650 مقعد منهيا 14 عاما قاد فيها المحافظون الحكومة ومن المتوقع ان يحصل حزب سوناك على 131 مقعد فقط انخفاضا من 346 مقعدا عندما تم حل البرلمان حيث سيعاقب الناخبون المحافظين بسبب ازمة ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم استقرار انتدى لسنوات بالاضافة الى تنافس داخلي شهد تولي خمسة رؤساء وزراء مختلفين الحكومة منذ عام 2016 مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية الموجز لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او من خلال جوجل بلاي او الكي ار كود اظهر موما حضرتكم على الشاشة شكرا لكم على طيب المتابعة تحياتي كريم الخولي وإلى اللقاء